نهاية التأثيرات المنخفض الجوي خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن منخفض جوي خمسيني جديد تعتبارا من يوم الأحد التفاصيل بعد قليل تأثرت المملكة نهار اليوم الخميس بمنخفض جوي من الدرجة الثانية أهم ميزاتها كانت الرياح القوية وسرعة حبات الرياح التي لامست المئة كيلومتر في الساعة في العديد من المناطق أيضا هطل الزخات من الأمطار في أجزاء من المنطقة الشمالية والأسرة تأثيرات هذا المنخفض الجوي ستتراجع تدريجيا مع ساعة ليل الخميس على الجمعة وخلال ساعة صباح يوم الجمعة على أن يستقر الطقس التدريجي خلال ساعة نهار يوم الجمعة مع استمرار تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن هناك ارتفاعات تدريجية على درجة الحرارة يوم السبت وارتفاع ملموس على الحرارة يوم الأحد بسبب ثأثور المملكة بمنخفض جوي خمسيني الأول لهذا الموسم نستعرض الآن وياكم خراءة توزيع درجة الحرارة المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد يوم الخميس هذه الكتلة الهوائية الباردة التي تأثرنا بها بعد ابتعاد هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي تأثرنا بها خلال نهار يوم الأربعاء حيث تساز أجواء دافئة بشكل عام مع دخول هذه الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي انخفضت درجة الحرارة بشكل محسوس من المص هذا الانخفاض الحاد والمتسارع على درجات الحرارة تسبب بنشاط كبير في سرعة الرياح الغربية التي تجاوزت سرعة هباته في بعض المناطق المائة كيلومتر في الساعة خلال ساعة ليل الخميس على الجمعة يتحرك المنخفض الجوي بعيدا نحو شمال العراق لكن تبقى تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الباردة في عموم مناطق بلاد الشام يوم الجمعة خاصة خلال ساعة الصباح تبقى على فرصة واردة الهوطوزخات متفرقة من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى أيضا مع تشكل الضباب فوق القمام الجبلية العالية لكن سرعان ما يستقر التقس تدريجيا مع ساعة ما بعد ظاهرة يوم الجمعة يوم السبت بإذن الله تتراجع تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة ترتفع قليلا درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام معجوة مستقرة بشكل عام لكن يوم الأحد يقترب منخفض جوي خمسيني من الأراضي المصرية نحو منطقة بلاد الشام يدفع بهذه الكتلة الهوائية الدافئة نحو المملكة والتالي يوم الأحد هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة تصبح درجات الحرارة مجددا أعلى من 20 درجة مئوية في الجبال وأعلى من منتصف العشرينيات في المناطق المنخفضة وربما تلامس حتى 30 مئوية في بعض المناطق خاصة منها المناطق الجنوبية لكن سرعان ما ستنخفض درجات الحرارة سريعا مجددا مع ساعات ليلة الأحد على الأثنين نعود الآن للعاصمة عمان وتوقع التجوية لهذه الليلة تستمر فرص هطوء بعض الزخات من الأمطار 6 درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة درجتين مئويتين فقط الرطوبة مرتفعة والريح تستمر غربيا ناشطة أسرع التوقع التجوية الثلاث أيام القادمة يوم الجمعة كما ذكرنا تبقى الفرصة ويريدة الهطوء بعض الزخات الأمطار خلال ساعة الصباح لكن سرعان ما سيستقر التقص 12 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 5 درجات مئوية استقرار تام على الأجواء يوم السبت مرتفعة على درجة الحرارة 15 درجة مئوية كحرار عظمى أما الصغرى ترتفع لسجل 11 درجة مئوية وما بدأت أثر المملكة بالمنخفض الجو الخماسيني 21 درجة مئوية يوم الأحد أما الصغرى تعود وتنخفض لسجل 9 درجات مئوية فقط بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الجمعة نبدأ شمالا تكون الأجواء غامة جزئيا في عموم المناطق لكن باردة 14 درجة مئوية في عموم هذه المناطق خلال ساعة النهار بينما تكون ما بين السبع والخمس درجة مئوية خلال ساعات الليل بالنسبة للمناطق الوسطى أيضا لاختلاف الحالة الجوية تكون الأجواء غامة جزئيا وباردة بشكل عام الزرقى 14 إلى 5 البلقى 13 إلى 6 عام 12 إلى 5 مادبة 13 إلى 4 22 إلى 12 درجة مئوية المناطق الجنوبية يعود الاستقرار لهذه المناطق لكن تبقى الأجواء باردة الكارك 13 إلى 6 الطفيلة 13 إلى 7 الشوبك 11 إلى 4 معان 17 إلى 4 والعقبة 21 إلى 12 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 17 إلى 5 صفا 15 إلى 4 ورويشد 18 إلى 4 درجة مئوية إلى نتنتين نشرتنا نهاية أسبوع سعيدة نتمنى لجميع واللقاء تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو موسيقى 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 موسيقى